كتير وإحنا عاديين كده بنحس ببعض الأعراض في القلب أو ناحية القلب عشان طبعا إحنا مش دا كترة فما بنكونش عارفين هل دا من القلب ولا حاجة تانية فمثلا حد يحس بنغزة كده في ناحية الشمال فتلاقي حد ينصح يقوله دا تلاقيها شوية برد في العظم ولا حاجة حد تاني يقولك لا دا أنت لازم تكشف على طول لأن أمراض القلب من الحالات اللي دايما بتحتاج لسرعة في التدخل للطبي وعدم التهاون في أي أزمات مرضية تخص تحديدا أمراض القلب سؤولات بخصوص الحالات اللي محتاجة تدخل علاجي فقط أو الحالات اللي بتحتاج لتدخل أيضا جراحي وإزاي بيكون فيه وقاية من أي أمراض مفاجأة للقلب تفاصيل كتير هنعرفها النهاردة من ضفنا دكتور عمر عبد المنم أستاذ جراحة القلب والصدر وزميل جامعة لوفن بابل جيكا اللي مشرفنا النهاردة في ستوديو صباح الخير يا مصر صباح الخير رحضيك يا دكتور نوحنا في صباح الخير صباح الخير على مصر كلها خلينا في البداية كده احنا قلنا مصطلح يمكن للناس هتتوقف عنده فكرة التدخل الطارق لحالات القلب يعني إيه التدخل الطارق هل التدخل الطارق المعني بي فكرة التدخل الجراحي ولا تدخل طارق بمعنى لازم يكون فيه تدخل أو استشارة طبيب أو حتى تدخل طارق لكن بالأدوية عن طريق الأدوية جميل خالص بسم الله الرحمن الرحيم أول حاجة أتمنى سلامة القلوب للناس كلها التدخلات القلبية عندنا بتنرج تحت ثلاث محاور في محور أولاني أننا في حاجة اسمها emergency طوارق أننا أشوف الحالة خلاص ما فيش منقشة لأن ده life saving أو إنقاذ لحياة المريض وفيه حاجة اسمها تدخل يعني يتم الاستعجال بي urgent وفيه حاجة اسمها تحضيري إن أنا ممكن لأ بحضر العيان وبشوفه ممكن ندله داوة شوية وبتابع فمهم جدا اللغط بيحصل عند الناس لما بيروح لدكتور في العيادة ويقول لأ فورا أنت محتاج تدخل أو خده ويطلعه بي على ICU أو عناية مركزة أو رعاية مركزة أو فورا حيطلع من عندنا يدخل قطة العمليات فالناس بتبقى panic طب دا إيه وليه سببه بيحاول في الوقت دا يضع على الرأي تاني فإحنا دورنا النهاردة أن نشرح لهم أن في topics معينة أو مواضيع معينة القرار الطارق فيها دا هدفه إنقاذ حياة المريض طيب زي إيه القلب زي ما احنا عارفين مضخة عضلة بيبقى فيها حاجة اسمها الدورة الدموية لها نظام معين لها وضع تشريح معين أهم مكونات القلب هو العضلة الشريان التاجي الصمامات وكهربة القلب كل جزء من دا معرض أن يكون فيه جزء مشكلة طريقة ممكن تحسن ترجمة نانسي قنقر